طلعت آيس كريم عم جمعة آيس كريم فرايدي ظهر في السوق من 1970 لكن حركت المؤقتة اللي حصلت في بلد مؤخرا خليتنا ناخد بنا من برندات مصرية ما كنش نعرف عنا شيء خالص منهم آيس كريم فرايدي منتج مصري 100% نزل السوق بقتعمه كثير جدا وهو ده عزه في عز الحر اللي احنا فيه ده فاجبت كل الأنواع بتاعته عشان انك كل حلو فيها ونص نص ولا يا كلام اشتري في الدربة من النقيه والأسعار بتاعته تتفاوت من 6 جنيه لأغلى حاجة بعشرة جنيه ولو عجبتكو تطلعه ما تزوش كلاك الأمر ولو شعلينا سبسكرايب لسا ما هاتف تعملوا سبسكرايب فمن غراغي كتير يالا بينا يالا بينا ده لأنواع اللي جبتها كلها نبدأ بأول حاجة بالكبات دي ده نوع اسم جون وعملين من النوعين شوكولاتة وفراولة ده شكل الشوكولاتة محتوط عليه شبس من فوق كده زي الأوريو نبدأ بأجوه شوكولاتة طحفة طحفة حلوة قوي تعم الشوكولاتة حلوة جدا سكرها مضبوط قوي والشبس المفوق دي عاملة زي البرونيز تعمها قريب من البرونيز قوي فحلوة قوي الصراحة جمد جدا نخش على الفراولة ده شكل الفراولة كده بينيلا بالفراولة وطبع لأننا جبتهم من كذا مكان فمش عارف مين الدينة بكام بالصراحة لأننا جمعتهم من كذا حتة بس هيكت أصراحة كما بيقول له كده من 6 جنيه أغلى حاجة 10 جنيه يعني 6 7 8 أغلى حاجة بعشرة واو تعمل بانيليا حلوة قوي وتعمل الفراولة كمان حلوة قوي فميكسر اتنين مع بعض جمد جدا الصراحة تحفة نخش على الكون وده لقى 2 و 3 أنواع ملك ان كريم يعني لبن وقشته بانيليا وشوكولاتة كوكيز ان كريم نبدأ باللبن وقشته مكتوب عليه من قدام جمعة ده شكل الكون كده بسكوتا وفيها شوكولاتة وعليها من الوشة مكسرات لكن هذا المفروض مكتوب عليه ملك ان كريم يعني ترجمتها الحرفية لبن وقشته أنا شايف شوكولاتة فمش فهم قوي الصراحة هنشوف طعمها تحفة ماسيش شوكولاتة مش ملك ان كريم خالص البسكوتا كمان حلوة قوي يعني عندتها الاسكريم المجمد اللي زي كده بتبقى البسكوتا ترية خالص لأ عملنا انها حلوة قوي ما ارمش كده زي ما سمعته والمكس كله طعمه تحفة الصراحة تحفة حلوة قوي نخش على الفانيليا شوكولاتة عملنا لها كفر بلاستيك من برا هنا كده غير التانية التانية كتورقة بس ده شكلها كده وبالرغم ان هذا ما كتوب عليها من برا فانيليا وشوكولاتة لأن هذا الاسكريم اللي فيها فانيليا بس فهي شيء غريبا شوية اللي كانت ملك ان كريم كانت شوكولاتة من فوق والفانيليا والشوكولاتة دي كأس كريم وفانيليا كلها وعلىها مكسرات وشوكولاتة من فوق هنشوف حلوة قوي دي قوي التعام الفانيليا حلوة جدا متروسة مكسرات غير التانية كانت فيها بس بسيطة عن دي اللي فيها كتير جدا بس في حاجة هنا بقى ان البسكوتينية طرية طعمها حلوة مشوحش وكل شيء بس الطريقة التانية كانت مقرمشة لم يقرمشة انما كانت طعمه متعة دي عجبتني اكتر بكتير من الميك ان كريم تحفى الفانيليا الشوكولاتة دي تحفى نخش على اخر نوع كون كوكيز ان كريم دي بقى البسكوتة بتاعتها بوني وعلى هم من فوق فانيليا ومتغطيها بالشوكولاتة بس هي انهارت يعني نلحقها بقى بقى بما تغرق الدنيا اكتر من كده يعني طعمها حلوة جدا بس بسكوتة الشوكولاتة دي بداخلها بسكة دارك شوكولاتة يعني انما كان كوكيز مشوط حقاوي فنخش على بعده نخش على النوع اللي بعده دي اسمه فولكينو عملي منه ترات انواع مخترفة فانيليا وشوكولاتة ودارك شوكولاتة نبدأ بالفانيليا ده شكل فانيليا فولكينو اسكريم فانيليا ومحشة من برها بالشوكولاتة بالمكسرات نخش على برها نخشة البلوكينو هي حلوة جدا زي ما قلت لكم والشوكولاتة البلده جيدة بس مرر اسمه يعني نبضي عليها على سنة دارك اتضرح نخش على الشوكولاتة منه دي شكلها كده دي اسحة قليلا فهلحقها كان الحلوة منيكس بين الشوكولاتة المر اسمه والفانيليا الحلوة دي بقى بني بني فعالشوكولاتة يشرح مرر اسمه فالدنيا غمقة شوية حلوة مش وحشة بس الدنيا مررها شوية يعني في الغمقان منه نخش على الدرك اللي بجد بقى ده شكلة دارك شوكولات كده فيها اسكريم شوكولاتة من جوه وتبقيت الشوكولاتة المنبرة دارك جاء مولع نار فالحاجة على ما بتطلع بتسيح على طول وهي الحقها بقى الدارك شوكولات بتبقى مرارة مرارة الايام كده يعني واخدها سكة القهوة السادة مثلا فهي حلوة مش وحشة بس دارك شوكولاته الان مالوش فيه مش تعريبه خالص نخش على بعضه بقى ده ناع اسمه double chocolate وده اسمه سنيكر شوكولاتة وده اسمه روي الفانيلي الشوكولاتة نبدأ بال double chocolate ادي شكلهها كده بتبقى شوكولاتة وهي من اทำ من بره منكسرته لاتوبقة شوكولاتة دي نفض الفانيليا بدى نص سوكولاته مش احسن حاجة الصراحة تعم الفانيليا لوحol اعجسره شوكولاتة جدا اعتقد لو عملوا منها النوعين دي تبقى أحلى من جرب كتير يبقى نوع فانيليا الواحده ونوع شوكولاته الواحده لان الاثنين مع بعض كلا مرة واحدة يعني ما خلق بيحصله ارر نخش على الرويل اعتقد دي رفس الحاجة برضو بس شوكولاته ومكسرات اكتر برضو نص فانيليا ونص شوكولاته وعلىها من بره طبقة شوكولاته بالمكسرات نخش على الرويل كتعم وميكس الرويل دي عجبتني اكتر من الدبل شوكولات طعام واحلو قوي ليه بقى؟ لان نسبة الفانيليا فيها طاغية كتير عن الشوكولاته يعني هي 3 ربحة فانيليا وربعة شوكولاته ففيه طعم فيهم طاغي غالما يبقى الاثنين نص ونص بالزبط وبرضو عند رأيي لو تعمل واحدة فانيليا بس سوحت شوكولاته بس ستبقى أحلى لان الاثنين مع بعض كرف قطمة واحدة يبقى دكش احسن تجربة نخش على سنيكرز شوكولاته اظن من اسمها كده يبقى فيها كراميل او هتبقى مثلا بتحاول تقرب من السنيكرز انا شايف فانيليا وطبقت شوكولاته من بره ومكسرات نخش على السنيكرز شوكولاته يا ولاد اللعيبة دي بقى بدل ما اسمها نص بالعرض اسمها نص بالطول والفليفر اللي عليها من بره فيه فعلا تعم قريب من السنيكرز قوي فصائعة جدا بس نسيحتي المنتجد دي كلها تكل من الكوشك يعني ما تروحش بيها بس طحفة 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 دي من اكتر حاجات اللي عجبتني فيهم كلهم لغاية دلوقتي نروح الفريزر بقى ونشوف اللي موجود ونخش على بعضه نخش على بعضه بقى ده نوع اسمه كومبو شكله غريب قوي الصراحة بشغلة عالي قوي بقى يا باش مهندس ده كلام كبير قوي ده ده مكتوب علمهم بره كومبو فانيليا وكارمل وبرا عن كون وفيه اسكريم فانيليا وعليه كارمل وما تغلط من فوق بطبقة شكورته من مكسرات ان منتج مصري مية في المية ويعمل الفكرة الغريبة قوي دي يعني انا اول مرة شوف منتج اسكريم مجمد بالمنظر ده كده فانه يعمل فكرة مختلفة قوي كده بالشكل اللي حلو قوي ده شابوة عم جمعة والله نخش وندوق طحفة طحفة حلو قوي طعم اسكريم فانيليا حلو جدا ومعطت شكريم لطحفة وطبقة شكورته من فوقه بقى دلعة الدلعة حلو قوي بس كنت كمان حلو قوي مقرمشة جدا منتج حلو قوي الصراحة قوي عاش والله نخش على بعد بقى منتج شكله غريب قوي برده تعالوا الهولجو نخش على بعد بقى اسمه داماسكو شكله غريب شوية برده بيقول لك كومبول لأول مرة في مصر ده بقى اسكريم فانيليا محش كارمل ومتغطي بالشوكولاتة والسوداني ومحش بالبندوق الطبيعي ده شكلها قريب قوي من الكمبو هنشوف الفرق بينهم هيا دي بيش مكتوب عليها خالص من بره ان هي فيها ايه تعم فراولة بس هي فيها تعم فراولة حتى شكل الفراولة باينها والأيس كريم ده مش فانيليا يعني هو مش مدي على فانيليا خالص هو مدي على بندوق شوية تعم بندوق كده مع فراولة حلو التذكيرها مظبوط وكل حاجة بس كومبو اجمل للصراحة ده نوع اسمه فريسكو بيبقى عبارة عن ويفر ايس كريم ومسميينه فريسكو فانيليا وكرمل طبعا عندي ضميرك وضميرك امركوا شفتوا اس كريم في كل البرناتة العالمية دي عمل الفكرة دي احنا الاصل يوابا شكلها عامة زي الوافل بالزبط يعني مش عارب بقى اكلها ازاي الصراحة مالحش اشكور فيه وقتبقى الوافل اللي بره دي بس كنفسها سيكة يعني عاملها زي العشة البيت شوية كده مش بتقرمش بتعد شوية في العض محشاة من جوة فانيليا ومعها كتعة شوكولاتة تعمل حشوة تحفة وتعمل الوافل اللي من بره ده مش وحش برده مش سيق يعني لو يتعدل بس ويتعمل بيقرمش ويتوزه شوية ما يدينيش يحس انه هو بيت كده هيبقى بومة لان الفكرة حلوة قوي الصراحة يعني الفكرة عجبيني جدا جدا شوية التزبيت بسيت قوي هتقدر بنار عايف نخش على الحاجات اللي بالفواكي بقى نبدأ باول حاجة مانجة زبدية لو تحب المانجة هتعجبكوا قوي قوي لان على قد ما لأيس كريم المانجة بيبقى دايما انطاع مصناعي وبعيد خالص على الطبيعي بيطعمها قريب جدا بجد بمعاملة بسيعة الصراحة ولله العظيم عاش قوي بس يتمه بالتبريد شوية لان تلاجات كجيبه هم مرياحين قوي كده يعني من هنا عند الراجل وهي قسم في التلاجة مرياحة نخش على نوع اسمه لبان ان بينك ده شكلها كده وده حنها تبقى مززة دي بعيب يا بيخ لا قدميش دماغي خالص لان ده صنوعي سرف الطعم البان والبتاع البينك اللي جوه ده مدي على طعم غزل البنات كده والله يمشي حالها يعني بالنسبة لي مش مفضلة خالص ممكن العادة الصغيرة بيحبوها قوي دي يعني ممكن بنت تحبها قوي دي بس هي كطعم البان وصلين لي جامد الصراحة وهم مصوعة قوي في الحتة دي لان بيوصلوا لطعم الحاجة قوي اسمه فراش ملك مانجو نقدي مانجو ملك ده شكلها كده وعنطاق دي بان من شكلها كده عبارة عن مانجو باللبن او بالحليب يعني هنشوف هو كده فعلا اه بصوا كل حاجتها بفوقه دي واضح كده ان هي قلب على الوليتا قوي عارفين تعمل الوليتا الصناعي ده هم ورابين من كده قوي فالصراحة كمانجو ان الزبدة احلب كتير على اقل الزبدة جابة تعمل مانجو بس يوع هنا الدنيا صناع جدا نخش على الفراش ملك فراولة يعني برضو فراولة بالحليب ده شكلها كده نخش على الفراش ملك فراولة لوليتا بالزبط دي كابة بيست بقى بس اللاجلة النستلجيا والاجلة ذكرية التفولة يعني انا عجبتني اقول الصراحة دي تحيز مش ايه حاجتاني نميت اعمها صناعي برضو احلاهم والله بجد بقى بعيدا عن تحيز تعمها تحفة يعني دي احلى واحدة فيهم بس ستلتا بقى تعم صناعي عادات الخشبة نخش بقى الاخر نوع عشان انا فرفرت من السكر دي حاجة اسمها فروتي ملك هنشوف ده شكلها كده شكلها مرهقة شوية تعم لوليتا مجمدة من اكتر من تعم يعني فيها ميكسات تعم كتير جدا كلهم قريب جدا من لوليتا مجمدة اللي اتعمان مختلف كلهم مع بعض فلاسوس والصراحة تعاوكم خلاصة خلويس خلويس قلوكم بقى الخلاصة كنت مصنع مصري يعمل خط الانتاج ده كله بكمية الانواع المختلفة دي كلها وبالجودة دي فده الواحده شابو وعاش و اي شركة مصرية بتسعى وتحاول و بتعافل عشان تبقى حاجة انا ادعمها و ايدها طول الخط فانا طبعا بدعم فرايدي علشان كده عملت لهم الفيديو ده بس فيه شوية حاجات كده بسيطة لازم اقولهم عليها اهتموا قابل ذات التوزيع احنا كل منتجاتنا اليها بدلة المقطعة كلهم بيجمعهم صفات ان هم بيبقى عندهم مشكلة في التوزيع يعني تروح اي كشك تلقي حاجة المقطعة دي مرة طرعتها والحاجات اللي احنا بندور عليها بدايل واحد او اثنين لو الايناها فدي مشكلة كبيرة انتشروا اكتر ووزعوا انتشاركوا اكتر وعيز اي اس كريم هينزل الكوش كلاه اول حاجة قدامه لما تبقى الحاجة متوفرة بقى قدام عينه وقوة ساعتها هيجيبها وعادي يديني تبقى سهلة فسهلوا على الناس المقطعة طبعا احنا كده كده هنقطعة فهاش كلام يعني لو ملقناش مش هنجيب خالص بس سهلوا على الناس الموضوع عشان تبقى الدنيا اسهل وانتو كمان تنتشروا اكتر ومبيعاتكوا تعلي اكتر زي ما قلت لكم انه يعمل كمية الانواع المختلفة ويعمل الاشكال دي يعني انا فيه حاجات النهاردة انا اول مرة في حياتي كااية اس كريم معلبة اشوفها الفريسكا الكون المتغطي ده فبجد برافو والله يا نور معلم جمعة عاش حاجة المتفاوتش خالص عندهم بقى اجمد ثلاث انواع فيهم واللي انصحكوا جدا جدا تجربوهم مغمضين الكمبو فانيليا وكرامل تحفة والسنيكل الشوكولاتة حلو جدا بردو والفولكينو كون فانيليا وشوكولاتة حوار ودول اجمد ثلاث انواع عندهم كلهم ودي كده خلاصة الخلاصة بس كده هدى كتابة الاسبوع ده لو عجبكو تتلعه نسوش لايك الامر وإذا مش عاليين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس شارعيكم كل حاجة وننزيلها للباول حد الاسبوع الجاية ان شاء الله في اسبوع الجاية وطرع جديدة شوكولاتة